ثم تمثل يقال عندما ينطق الفتى بما هو أكبر منه يقال حينئذ إنه أكبر من عمره اليوم في سوريا المؤتمرات والندوات والاجتماعات فاقت عمر الأزمة في البلاد فأستنى قد بلغت ثمانية عشرة جولة واللجنة الدستورية صارت ثمانية اجتماعات وجلسات مجلس الأمن توقف عدادها وما باتت الأرقام مهمة وعلى سيرة الأرقام يخبر جدول أيار السوريين أن ستة اجتماعات بشأنهم ستعقد في أقل من شهر واحد وفي عواصمة وبلدان كثيرة زحمة مؤتمرات ولقاءات واجتماعات ومباحثات سيشهدها الشأن السوري قبل نهاية هذا الشهر كلها تدعي اهتمامها بسوريين إلا أن السوريين ذاتهم ما زالوا في وضع الانتظار تحت جسر الرئيس ومنها اجتماع محادثات أستنى نهاية أيار وربما يتفاجأ بعضهم بأنه الاجتماع الثامن عشر كل هذا العمر ولكنها لم تعيد السوريين إلى بيوتهم ولا المعتقلين إلى أهلهم لكنها ربما خففت بعضا من القصف فوق رؤوسهم وستتزامن محادثات أستنى مع الجولة الثامنة للجنة الدستورية أي أننا سنرى وفد المعارضات في جينيف يلتقي وفد النظام ليتفقوا على شيء واحد وهو موعد الجولة التاسعة أما مجلس الأمن فله عدة جولات عن سوريا أحدها لمناقشة الوضع السياسي أيضا في نهاية أيار والذي من المتوقع أن يجدد دعمه لجهود المبعوث الأممي وفي مجلس الأمن أيضا سيعقد اجتماع حول الأسلحة الكيموية التي خنقت السوريين في داريا والغوطة وخان شيخون في حين أن الاجتماع الثالث للمجلس سيكون لبحث الوضع الإنساني لا سيما ملف المساعدات عبر الحدود إلا أن أحدث الاجتماعات هو في التاسع من أيار في العاصمة البلجيكية بروكسل للمانحين حول السوريا الذي سيبدأ خلال أيام قليلة والذي يميز هذه المرة عدم دعوة موسكو إليه بسبب غزوها لأوكرانيا إذن ستة مؤتمرات بصبغة دولية حول سوريا يرى كثيرون بأنها لن تستطيع تقديم أي إنجاز حقيقي في حين يرى بعضهم أنها ربما ستشكل انفراجة ما في مكان ما